السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازايكم عاملين يا? يا رب اتكونوا كويسين وبخير. يا سعد الله اوقاتكم حباب قلبي بكل خير. ان شاء الله كراءة جديدة. وحصري على قناة اسرار العالم الروحاني. لموليد برد الاسد. صلي على النبي. عليه افضل الصلاة والسلام. اللهم بشرني بما انتظر منك. وانت خير المبشرين كلها. وبعد الكراءة. وبعد التوقعات بالودع. هنجور رسالتك من الرسائل بازن الله تعالى. وقلت بتعاني من المس او من السحر او من التعطيل او اي مشاكل او من الامراض الروحية. هسيب لكم في صندوق الوصف. اللينك للعلادات بازن الله تعالى. او اكتب تم. وانا هتديك لينك القناة الثانية. قناة الشيخ يوسف بنفس الصوتي فيها دميع العلادات ان شاء الله. وفضلا وليس امرا احبابي. لا عايزين نطلع على الفيديو بالمواليد برد الاسد. فضلا وليس امرا ادعموا الفيديو باللايك. خل الفيديو يطلع اخواتي كلها. نشوف توقعاتك يا برد الاسد. بسم الله الرحمن الرحيم. الله بصلى على سيدنا محمد. انا شايف انت منتظر حالة. اه في حالة منتظرها مستنيها على نار. اه ديلك من وراء الهاتف. لان انا مسك الهاتف انت في اتصال هيفرحك انت منتظره او اتصال فيه السعادة لك. انا شايف هنا. في حب في قلبك كبير. في حب كبير في قلبك. يا ترى الحب دهل مين? في حب كبير وراحة. بتحب حد. بتحب حد حب كبير جدا. ان شاء الله يكون معاك. بازن الله يكون معاك. وان شاء الله يكون زواد ما بينكم او ارتباط ان شاء الله. انا شايف فيه هنا باب هينفتح قدامك. الباب فيه حص. فيه سعادة. فيه راحة. فيه ضربة حص في المال. لانك انت يا اسد محتاج شوية مال. فيه فرحة. فيها رزق. فيها المال. ديلك ان شاء الله. فيها ضربة حص ليك. استخلي بالك. بلاش تحكي. بلاش تتكلم كثير. لان شايف العين عليك. بص حواليك. بص حواليك عن الناس اللي حواليك. بلاش تحكي. على شغلك. على يعني بلاش تحكي على ارباحك. او على مالك. لانهم انك تفكرين ان انت معاك فلوس راجض عليها. او فلوس كثير معاك. ما يعرفوش اللي معاك ايه. فبلاش تحكي وتتكلم. كثير. لان انا شايف هنا ناس حية. اه ناس حية. وانت دولا فكرهم طيبين. بس انت تخزلك منهم. وانت تعبت. ما بقيتش اتجاهد او التعافر. ما بقيتش احد اتعافر عشان او ادهت على فانت تعبت. بس في راحة حلوة جدا. هتحصل الى الايام اللي داية ان شاء الله الى الراحة دية هتكون خير لك. انا شايف ان انت هتسد منها ديول. اه يعني هتستعيد ثقتك بنفسك. انا شايف انها هتستعيد نشاطك. هتبدأ حياة جديد ان شاء الله. بس ابعد عن المشاكل. وابعد عن الكركبة اللي حواليك. وبعد عن المشاكل والحداث اللي حواليك اللي مش كويس. اه شايف عشان اه اه في حداث بتحصل لك. في تعطيل معاك. في تعب بيحصل لك من العيون. من العيون اللي حاليك. وقلت لك بلاش اه اخرض من التفا بيا اللي انت فيها. عشان ما تديش حد اه تعبك. ما تديش حد راح اللي راحتك. يعني هكزة وتاخد تعب ناس. فبالاش اه مش كل الناس اللي تستاهلك. مش كل الناس اللي بتدعمها. هكزة. لان انت قلبك طيب. عندك روحانياتك عالية. اه محببك في الناس كلها. بتحب الناس كلها. بتتمنى الخير كل الناس كلها. بس الناس كلها مش زيك. انت بتتمنى الخير. الناس بتتمنى لك الشر. انت بتتمنى لهم السعادة والراحة. هم بيتمنوا لك الخراب بينكم وبين حبيبك. عايزين يبعدوك عن حبيبك. عايزين ياخدوا رزقك. مش حبل لك الخير مع انك انت قلبك طيب. روحانياتك عالية. متقرب من ربني. بتخاف ربني. ليست تكذب. ولا بتحب الخيانة. وما تحبش التذب ولا تحب الخيانة. بس في ناس حواليك زي التعبين. انا شاف ان انت تدخل في طريق. ان شاء الله الطريق دي فيه اه مشروع. او داخل على مشروع. او حابب اه تدخل مشروع. بتكمل او بحابب بيأتيك المال. كي تدخل هذا المشروع. ان شاء الله تدخله. وهيكون فيه رزق. وهيكون فيه. اه سعادة لان فيه شخص كبير في السن او ست كبيرة بتدعي لك. اه بتدعي لك ليل ونهار. وهذا دعوتها ان شاء الله تكون مستدابة لك بازن الله تعالي. وربنا هنا اصرق. لان سبب دعوتها السد دي خرطتك من مشكلة او سبب دعاها بربنا يسعدك او يفتح لك لبعب اخرطت من مشكلة كبيرة. كنت هتجع فيها كانت هتدمرك او كانت هتتعبك كثيرا. خرطت منها بسلام وبامان. بس انت شافك حاسس بخنجة. حاسس بالضيجة. حاسس ان انت الوحدة. حاسس ان محدش بيساعدك. حاسس بالضيجة. وحاسس بالخنجة. وحاسس بتعطيل في حياتك. حاسس ما فيش حدا مكتمل. حاسس ان كل ما يأتي حبيب يمشي بدون سبب. كل ما يأتي حبيب او صاحبك ما تتم العلاقة. اه ما تكتمل هزا العلاقة. يفشل العلاقة ما بينكم بدون سبب. اه يحصل نفور تحصل هكذا سبب. المس العشر. مس عشر عندك. عشر الدسات اه في منكم يعرفوا بيعاشروا في المنام او بيعتيك المنام او بتحس ان حد بيتنفس دنبيك او بتحس ان بحد بيملس على دسدك او بتشعر ان فيه خيالات في البيت او بتشعر فيه العمود الفقري. شيء صخن او لازج على ظهرك. هكذا هو المس العاشق والحسد عليكم شديد. لان شاكم حاسين بالتعب الجسدي وبالتعب النفسي. ان شاء الله الى ايام اللي داية هتكون فيها راحة لك. انا شايف في اه اللي زرعته رح تحصده. ان انت زراعة الخير. زراعة المحبة. زراعة الامل للناس. زراعة الخير للناس كتير. عطيت ناس كتير. رح تحصد اللي زرعته ان شاء الله. بازن الله. انا شايف فيه ربح مال. اه الربح مال دايلك ان شاء الله اه حد هيدعمك. ممكن صديق او حبيب هيدعمك بمال. هيساعدك بمال. ان انت محتاج مال. اه المال ده هتسد منه ديان او هتسد منه تدي منه السلفة الحد او هتسد ديان. الله اعلم. مال دايلك من حبيب او من صديق. بس خالي بالك من التعبين اللي حواليك. ما تديش حد اسرار. ليست كل اللي في آآ اللي في قلبك او في عقلك يكون على لسانك. مش كل الناس اللي بتحب لك الخير. مش كل الناس اللي بتحب لك الخير صديقة او حبيبة بتحسيها صديقة او بتحسيها انها حبيبة لكن هي قدارة. عايزة تاخد زودك منك او عايزة تاخد حبيبك منك. مش حبالك الخير. مش سايباك في حالك. فخلي بالك من الاشخاص اللي حواليك وتعلم انهم عزاء. يعني خلي بالك. كوني حريصة. انا ليس قلت لك اقطع علاقتك بالناس. بس كوني حريصة. آآ كوني هكاسي. آآ خلي عجلك حكم عجلك ولاش قلبك في حدات كتيرة. لان انا شايف في حصل انفصال مبانك ومبان الشريك. او مبانك ومبان الشريك. حصل انفصال مبانكم. وبسبب واحدة. بسبب واحدة. ازيتكم. وفي منكم بسبب المس العاشق. العاشق عمل نفور مبانكم بدون سبب. عمل نفور. عمل مشاكل. حصلت مبانكم وبان الشريك بدون سبب. حصل انفصال او حصل مشاكل. او مودودين اقلنكم مش موددين مع بعض. ليست تحسين بالراحة. ليست تحسين بالسعادة. ان شاء الله كل شيء راح تكون معكم الخير. بسم الله الكاشف. انا شاف هنا في ناس عملت هتكلم عليك. وعملت تقول عليك كلام ليست فيك. انا شاف هنا في خبر حلو. خبر حلو. هيفرحك الايام اللي داي. شاف خبر حلو. هيفرحك. بسم الله الكاشف. شاف هنا انت هتنكشف او هتكشف اه اشياء حقيقة. حقيقة راح تكشفها. راح تكشف الحقيقة جدامك على عيونك بازن الله تعالى. شوف حظك بيقول لك ايه? والضربة الوضع بتقول لك ايه يا بردة الاسم. دعمت الفيديو باللايك احبابي في الله. فضلا وليس امرا ادعم الفيديو باللايك اخواتنا في الله. ربنا ينصرك على من عداك. ربنا ينصرك على من عداك باذن الله تعالى. ربنا ينصرك ان شاء الله. شاف نصره باذن الله تعالى. ان شاء الله. انا شاف هنا اه في خطوبة. في عريس شاف خطوبة او زوات. او حتى يتقدم. لان شاف فيه امور فيها الفرحة. فيها الفرحة. بس خلي بالك. حتى العين صيبك. خلي بالك يا اسد. حتى العين صيبك. مع انك الظلمت كتير. الظلمت كتير. بس العين عليك برضو. مع انك الظلمت كتير. وتعبت كتير. بس العين عليك. ان شاء الله راح تخلص من هاي المشاكل او من هاي التعب. انا شاف هناك قلبك مكسور. زعلان. في قسرة قلب. زعلان. قلبك مكسور. حد تخزلك. حد تكذب عليك. او سابق الواحدة قلبك مكسور. ان شاء الله هتلاقي الشريك الصح. او هتلاقي اللي يصون قلبك ويصونك ان شاء الله باذن الله تعالى. شاف ان انت ماشي في طريق. الطريق ده يفتح معك باب. فيها وظيفة او فيه ربح مال دايلك. باذن الله. شاف ان انت بتطلب بكل مستحقاتك القديمة. اه ورث او مستحقات قديمة بتطلبها. وان شاء الله هتاقد حقق. باذن الله هتاقد حقق. انا شاف هنا في مواضية هتتكشف قدامك. هتكشفها. اه بلاش طاقة الندم اللي في حياتك. بلاش طاقة الندم اللي في حياتك. وبلاش تعاند زيادة عن اللزوم. بلاش العناد. بلاش العناد. اللي عشان هو بيدايجك وبيتعبك نفسياً في عصابك وبلاش الزعل. شاف ان انت بتشتري شقة او بتشتري سيارة. اه فيها يعني مبسوط وسعيد ان شاء الله. بإزن الله. شاف هنا في شريك معاك هتشاركوا في مشروع او في شغل هتكونوا مع بعض شركاء. ان شاء الله تدوم شراكتكم باذن الله تعالى. بس دايماً يا اسد انت بتشكي من معتك. لما صيبك بالعصبية. هذا المسل عاشك. اه تعبك. اه فهذا منكم برضو في عنده اعادة من دكتور او راح الدكتور هيعيد عن الدكتور. اعادة. بسم الله الكاشف. اللهم بشرنا بما انتظر منك وانت خير المبشرين كلها. بسم الله الكاشف. شاف في ضربة حظ معاك ان شاء الله. شاف في ضربة الحظ المال هتكون كويسة معاك هتسد اللي عليك. بإزن الله تعالى. في ربح مال دايلك ما إما آآ ورس لا إما مكافأة. في ربح مال دايلك كويس مناسب هينفعك وان شاء الله. شاف هنا. اللهم صلى على سيدنا محمد. شاف هنا في آآ زعل ما بينك وما بين شخص حبيب او آآ. في آآ شاب بتعاتب حد حبيب بتعاتبه. شاف عتاب ما بينكم. وشاف ردوع بعد العتاب. شاف في رجوع. لان شاف هنا في آآ محبس او خاتم او قلب. شاف قلب وشاف خاتم. فهذا يدل ان في ارتباط في اهل بيتك او في ارض بيتك. في زواد او في فرحة في اهل البيت. ان شاء الله يكون زواد ليق او زواد لأقرب ما قلبك او اقرب من قلبك. في ارض بيتك. زواد او خطوبة. انا شاف هنا في قرار هتاخده. بدلك مدة بتشتغل عليه والقرار ده هيكون صح معاك ان شاء الله. وفي يدها تدعمك بازد الله تعالى. شاف هنا موعد غرامي او آآ رسالة هتديك بعد بلوك بعد فتح بلوك. هتكون رسالة هيكون فيها موعد غرامي. وهتخرج في موعد غرامي بعد العتاب. هيكون في موعد غرامي وصلح. ان شاء الله ومحبة. ابعد عن كل الازل. وبعد عن كل التعب والضغط النفسي. وهذا الطاقة السلبية. بسم الله الكاشف الله ما صلى الله عليه وسيدنا محمد. شاف هنا الردوع للمنفصلين. شاف رجوع. شاف برضو انا فرحان وسعيد مولود. مولود ان شاء الله. قالوا عليك عيروك بالكلام. وقالوا عليك انا شاف هنا انت زعلانة. لان حس انهم بيتكلم عليك يقولوا لك عندك تعطيل. او انت ما بيتيك زواد. او هكذا. او بيقولولك انت وحشة. او بتاعت مشاكل. شاف عندك طاقة الزعل من الكلام اللي بيقولوه. ما تزعليش انا شاف فيه. بازل الله تعالى فرحة هتفرحك. وهتساعدك ان شاء الله. صلى على الحبيب المصطفى عليه افضل الصلاة والسلام. اللهم وبشرني بما انتظر منك. وانت خير المبشرين كلها. هنشوف لسالتك بتقول لك ايها برد الأسد. فضلا وليس امرا. ان كنت لم تدعم الفيديو باللايك. فادعم الفيديو باللايك. وان كنت لم تشترك في القناة فلاشترك في القناة فعل زر الدراس ليصلك كل جديد. رسالتك يا برد الأسد بتقول لك فرض الله قربك ويسر لك امرك ورزقك ما تتمنى امين يا رب العالمين. وان كنت بتعاني من السحر او من الحسد او من المس او من التعطيل كما قلنا او من اي مرض روحي. اللينك في صندوق الوصف لدميع العلادات بازن الله تعالى. دوس على كلمة المزيد اللي قدامك. كلمة المزيد دوس عليها. هتلاقي اللينك اظهر لك. اللينكات شاط الفيديوهات للعلادات. وانا اكتب تم فيها التعليقات. وانا هتديك ان شاء الله القناة التانية. قناة الشيخ يوسف بالعلادات بازن الله تعالى. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وتابعين قناة سرار العالم الروحي.